في طهران تمضي خطى تخصيب اليورانيوم وفي فيينا تتواصل المحادثات الدولية بهدف إحياء الاتفاق النووي فرغم أعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت من إقدام إيران على ضخي سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5% في محطة بوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20% طهران قدمت مسودتين بشأن العقوبات والالتزامات النووية للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي وسط تحذيرات من تعرض المفاوضات للخطر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أعلن أن بلاده قدمت مقترحاتها بشأن مسألتين رفع العقوبات الجائرة والقضايا النووية والخارجية الإيرانية أعتبرت أن في متناول يد اتفاقا جيدا في المقابل أكدت مصادر أوروبية تسلمها للمقترح الإيراني موقيدة مناقشة التعنث الإيراني وفيما تستمر المحادثات على وقع تخصيب اليورانيوم تزداد الأصوات المطالبة بوقف المفاوضات مع طهران مطالب كان آخرها ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سيأتي الوقت الذي لا يكون فيه خيار أمام العالم والمنطقة سوى العمل ملمحا إلى اللجوء لعمل عسكري داعيا القوى العالمية لوقف المحادثات النووية مع إيران فورا قائد فيلق القدس الإيراني هدد واشنطن بالقول إنها ستدفع ثمنا باهضا إن قامت بأي خطوة تجاه إيران وفي استيكورم تحدث وزير خارجية الولايات المتحدة عن اتفاق مع الروس على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وفي الوقت الذي تتواصل فيه حرب التصريحات هنا وهناك يبقى الغموض هو سيد الموقف بشأن مصير هذه الجولة من محادثات فيينا بين ما يقال وما يطبق وما هو ممكن